موسيقى معظم الناس يربطون ما بين النسور والموت إلا أن علم الطيور غوران سوسيتش يعشق النسور الموجودة على جزيرة كريس في كرواتيا هذا الصوت هو نسر صغير يريد طعام بعد دراستها ثلاثين عاما أدرك غوران أن تأثير الإنسان على مواطن النسور قد يكون قتلا فمثلا اقتراب المراكب السياحية من أعشاش النسور يخيف صغارها ويجبرها على محاولة الطيران حتى قبل أن تتعلم ذلك لا تستطيع الطيران وتكون مبتلة فتقف وتنتظر وأحيانا قد تموت إن لم نأتي لإنقاذها سنويا يتم إنقاذ خمسة عشر إلى عشرين نسرا صغيرا وتحضر إلى هذا القفص الضخم لتعلمها أربعة نسور بلغة المهارات التي يجب أن تكون أتقنتها نريدها أن تدرب عضلاتها وتتعلم الطيران والهرمية في أكل الجيف وكل هذا ضروري لاستمرارها في طبيعة فيما بعد بفضل هذا المركز ارتفع عدد النسور البالغة في الجزيرة من خمسين إلى مائة وستين خلال السنوات الثلاثين الماضية لكن حياتها عادت مهددة مجددا بسبب النشاط الإنساني حيث أحضر الصيادون غزلانا وخنازير برية كي يمارسوا هواياتهم وهذه الحيوانات يعرف تقليديا بأنها مفترسة ما سيؤدي إلى انخفاض أعداد الجيف التي تقتات عليها النسور استيراد كائنات لا تنتمي إلى المناطق ولا تكون أصيلة أمر غير شرعي دوليا ومحليا لأنها تدمر النظام الأيكولوجي والتنوع وتدمر أيضا السلسلة والهرم الغذائيين غوران فشل في كفاحه منذ سنوات لجعل هذه المنطقة محمية طبيعية رسمية وتصنيف النسور كائنات محمية لكنه وثق من أنه سيربح المعركة نيابة عن النسور لدى انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي